اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة صراحة حلقة اليوم ضيفتها بطلة مجموعة من القصص المتيرة مؤخرا وقع لها مشكيل كبير مع ودخالتها ودخالتها حاول انه يغتصبها واكتر من ذلك تعدى عليها بالضرب والجرح تصرف مؤسف صراحة مشاهدينا الكرام وايضا موقف لا تحسد عليه تعرضت له الضيفة ديالنا اليوم منين مشات البادية مشات البادية باش تزور جداتها فإذا بها كتفاجئة ناول دخالتها تهجم عليها وبغي يغتصبها هذا الشيء ستعاود لنا ستعاود لنا كيفا شوش نوقاع وغا تكشف لنا على مجموعة من الأسرار ديال هالقصة ديال المحاولة الاغتصاب ديالها من طرف ودخالتها من بعد شفناها انها داد جوج قوارب ديال السكار وددت قراءة ديال الزيت ومشات تخطب المسمى اكشوان اكنوان الفيديو اكيد انكم شفتوه او لا البعض منكم شافوا لانه خلق واحد انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي احنا في هذه الحلقة غنتعرفوا على طيفة ديالنا غنتعرفوا على اسرار حياتها وغنتعرفوا على مجموعة من المعطيات في هذه القصتين القصة ديال الاغتصاب ديالها من طرف ودخالتها والقصة ديال خطوبة المسمى اكشوان اكنوان نبغيكم مشاهدين الكرام ترحبوا معايا بالضيفة ديالنا السوما سوما مرحبا بيك بارك الله فيك يا مراد السلام عليكم تحييي لكل مغاربة داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن شكرا على استضافة ديالك في السوديو ديالك وهذا هو ليكي مرحبا بيك اولا باديا ببادئ نريد ان تعرفوا على سوما شكونا يا سوما سوما هو احد الانسانة بنت الشعب بسيطة دارة الايام لقعت رأسها داخلها وسط المعمع دياليوتيوب كيف ما نقوله قربنا اكتر من سوما شنو الاسم الكريم ديالك الحالة العائلية ديالك واحد تعريف سوما نياد طبعا لاشين ديالي سوما نياد تافي الاسم ديالي سيهم مطلقة ام لطفلين كنت خدامة بحالي بحالقة عن الناس ديرا موديلست كنت خدامة على راسي فاذا شاءت لاقدر انا كيف ما اي واحد كيقدر بعض المرات كت صافي كتت حرام كما كنقوله بالدريجة الحياة مع واحد الشخص ولك تفشل لك الحياة الزوجية كنت تنتهي صافي اطلقت من بعد بقيت مستمرة حياتي عادي حتى الوحد النهار جاءت هكاك انا كنقول جاءت هكاك بعد الاستمرارية ديالالعمل وقع لي اتفكوك في الفقارات قدرت الحديد في العنق ديالي اللي هم اربعات الفيسات وطبعا نرى شفتي مؤستاذ وصافي ودرت عملية قبل من كورونا بشي تلتشهر من ثم جاءت الفكرة ديالاني ندخل العالم اليوتيوب هذا هو لكن ومن دخلتي العالم اليوتيوب لقيت طريق مفروشة بالورد او لقيت الصعوبات لقيت الصعوبات والناس ديال اليوتيوب ناس صغير الناس العادين لكن تعيشوا معهم صراحة ما غدينش نعممه ما غدينش نقول كل شيء وانما خاصك تكون عندك واحد القابلة انك تلقى شتم تلقى سب تلقى ناس تلقى ناس يرفضوك تلقى ناس اللي هما في نفس الدومين ديالك يحاربوك ماشي سهله لا شيء ما سهل الحياة كلها صعوبات إلا خاص الإنسان يقاوم ويكمل هذا وليكين بما أنك اشبت اليوتيوب شفنا شي فيديوهات في اليوتيوب مفادوها أنك وصلت للمحاكم وكنت تبشي للحبس ماشي صحيح شنو كان وقع اللي كان وقع كيف ما نسمع نحن كيوتيوبورز طبعا الناس العادين لا يسمعون هذا الشيء حيث الناس العادين بحكم أنني أنا تقربت من أحد الفئة كبيرة للناس يشوفوا شو يحوي يقولك ماذا هذا الشيء واقع بحكم أنا كيوتيوبورز تقربت من الناس اللي في نفس الدومين ديالك اللي لقوا بزيف تلقى حواجموا في فبراك ما تكونش حقيقية وراء الأدسنس وراءها اللي لا يريدنا ندخل الفلوس يريدنا نألفوا واحد القيصص لكي نوصلوا لشيء حويج من درجة أن بعض المرات تحتى الحقائق اللي ولا تكترى لنا في الواقع ديالنا يشوفوها الناس اللي هما آمنوا بهذا الفكرة ديالك لا رأى هذا الشيء غير تمثيل أه ولو تهمك يقولوا لك ولو يكون واقع يقول لك لا رأى غير متلين علينا اللي وقع لي أنا في الموضوع ديال المحكامة وكنت غدين نمشي فيها فيعلان كنت غدين نمشي فيها أنا هذا الطرف تاني كان عندي منه موقف مشي عندي معا مشكلة كان عندي منه موقف نساحبت في الوقت اللي نساحبت هي عرضت عليها باش نجيل عندها نخدم معاها هذه هذه في الوقت اللي مشيت عندها أنا الدار كلقة باللي هي كنت في مشادات يومية في لي لايف مع ذلك الشخص أنا يمكن اتفاق كيوتيوبر تكون قول ذلك الشيء يمكن غير اتفاق فإذا بيكن نخدم معها تقريبا نشير ونرى المرة الثانية بعد مرور واحد شهر ونصف كنت نرجع عندها كنت لقى الموضوع كبير ما زال لقيت السيدة المرة اللي أولا كان عندي شك بأن هذا الشيء غير غير تمثيل غير كي باش يطلعوا القناوات ونصف لقى يطلعوا القناوات من اللي رجحت بعد شهر ونصف كان لقى بأن الموضوع صحيح وأن المسألة وصلت لمحاكم وأن المسألة مدخلين فيها بوليس يعني القادية كبيرة في هذه اللحظة أنا نساحبت في الوقت اللي أنا بغيت نساحب نضعت هذه السيدة اللي أنا كنت ديرها في المثال للصديقة ديالي ومثلت معه واحد الفيلم صحابات الغدارات وكان فعلا هذا الفيلم جسد لي الحقيقة لديك السيدة في الوقت اللي أنا نساحبت يعني بغيت تنتقمني بالطريقة ديالها ضربت لي القناة ديالي لماذا أنت لا تبقى في الصفة ديالي درجة طلعنا وهبطنا في المحاكمة وفي النهار اللي هي ستسمى القبض عليها كده يقول اليوم هي تهيئة معايا وهي تهيئة معايا وقبل ما تكملين نهار القيصة الأخت سومة كنت مشيت كنت مشيت مشاهدينا الكرام كنت اخذيت واحد اللقاء صحفي مع الأم ذي الهدى الناشطة في قلب المنزل ديالها يعني أيام قليلة بعد اعتقالها أكيد أنا لبعض منكم كان شاهدت ذلك اللقاء الصحفي اللي كنت ادلت معاهم في قلب المنزل ديالهم الأم ذي الهدى الناشطة كانت وجهت تهم الوحد السيدة قلت لك أعطي واحد السيدة اسميتها سومة كانت جات عند بنتي هدى الناشطة وجبدأت لها لسانها في الكلام وخلات هدى الناشطة اعترفت لها بأشياء خطيرة وشتجلت ذلك شيء ودتهم الخصم في الهدى الناشطة في ذلك الوقت الذي كان هو الجوك كريم الجوك المعروف بخوك الجوك كانت ادتهم لي وبناء على ذلك المعطيات كنت دفعهم إلى السيد الوكيل المالك وبناء على ذلك المعطيات تم اعتقال هدى الناشطة سومة اليوم معان أن وجه له السؤال ماذا فعلا ذلك اللي كانت قالت لأم ذي الهدى الناشطة صحيح أو أنت عندك رأي آخر أنا ما عندي رأي آخر أنا عندي حقيقة أخرى ماشي رأي كيف ما عرفوا الناس وكيف ما تتابعوا القادية من الأول أن ذلك الشي أنا ما سجلت السيدة وكيف ما تتابعوا وكيف ما عرفوا المغاربة كاملين أن ذلك الشي كان غادي بإجراءات قانونية قبل أن نساحب أنا من الموضوع لأن ذلك الشي كان مسجل في لي لايف وهذا الشي تفريغ سيديات وكانت الأمور مضبوطة من الأول قبل أن أدخل أنا على أساس أنا جيش ونساحبت وطلبت السماحة من خوك الجوك يعني أنا ما عندي كم تخلاف هذا الشي غير هي من اللي يوقع المشكل بغوا يقولوا حقا ما حقا وكيف ما نقولوا نحن بالدارجة من اللي كتاح البقرة كيف يكتروا الجناوة وانا تعرضت لبزاف ديالتيها مثلا غدرت صاحبتها لدارت لحشو ما أنا را ما غدرت شي وانا كنقول للناس من هذا المنبار هذا أنا نساحبت حيث أنا كانت تطلب مني باش نوقف في حد الصف اللي هو ما شي غنقول لك خاسر نحن نقوله في المثل المغربي تبكي مكما تبكي شمي هذه معروفة ولكن ليس أنا خديتها بهذا المنظور خديتها بمنظور لأنني أنا سأتبلع لأحد شخص و سأقول بأن ذلك فلان دار لي ودار لي وهي ما كانت شي شي شجلتها شجلتها ابدا ابدا ما كانت إلا بغيت تجيب المصحف ونحلف لك عليه ونقسم لك بالله ما كان شي حاجة لا تسجيل ولا خرجت الكلام هي اللي ضرتني وهي اللي سبقت الضرار لي يعني في الوقت اللي أنا جيت من عنده و لم تريد شكاية بكارين باش نكونه يعني في نفس الصف و سيكون لدينا واحد لقاسم مشارك اللي هو عدو عدو واحد قالت لي يا لن تريد شكاية أنا لم تريد شكاية حيث لم تريد شكاية بالسيد والسيد و أنا بيني وبينك وبيني 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 نفسي عارفين بأن هذا الشيء اللي سيقولي اللي يديريه رمى من نوال وكذوب هنا نساحب سألها يا حضر واحد صاحة في الدخل بناتنا بشيء عندك كريم قلت لي أنا فعلا خطعت أنا فعلا غلطت حيث ما يمكنش أنا غنقول شي عاجل والناس يقول لك تسجيل رمى شي بناء على تسجيل مثلا أنا باش نكون قاعد سجلتها ما نفرد نقوله ما كينش تسجيل أنا كنقوله و نعود نقوله ما نفرد كين تسجيل باش غنكون سجلت هذي الكلام الخاطر اللي غنقوله أنا اللي غنسجلها به أنا غنطيه مثلا الكريم وغنبني وعليه باش دخول هي لا مكنش رمى كلام الخاطر هو اللي قالتو في لي لايف اللي قالتو قدام المالة والله دي ما خلقت شي اللي غنقول أنا هذا غير شوضيح ما شي كنقول هذا الموضوع باش يتجدد ولا باش يتجبد ولا باش يقوله هيا جاتع وشان يكشح ضرف نفس الموضوع هذا غير شوضيح لمغاربة حيث كينين بالزافة الناس كانوا يقولون لا وبقى الحد ساعة اللي غدرت صاحبتي أنا ما غدرت لصاحبتي أنا نساحبت وطلبت اسمحة حيث أنا مقدش على ذلك أوليك قلت بي أنا ضراتك فش ضراتك مثلا ضراتني بحكم أنني أنا مشيت لعندك وخدمت معك ربعت الأفلام ومحطة أنا التفيلة ما عندي وفي الوقت اللي بديت أنا جاية لقيتك تهضر لي في ظهري وكنت سمعت أنا من فمك الودني وهي رغت تسمع مثلا هذا الهضرة وغت تعرف الموضوع بأنها رهي بينها وبنفسها أن ذلك شيء واقع أنت بي أنت يقدم متتبعات ديالك حيث كل شيء هجم عليه وكي يقولك لا وهي السيدة وكانت تتعامل معك زوين في الوقت اللي جيت أنا بغيتش ندير شيكاية أنا كنقولك أنا عندي جوج وليدات أنا عندي طريطة أنا عندي الموضوع أنا عامين كل سنين طال عادة في ثلاث سنين ما كنت أخلص طريطة ديالك بحكم العملية اللي درست لم تقيت حتى نقدر نخدم أي محل ستتخدمي فيك يقولون لك أختي غتتخدمي سوي وزيد فوق منه لا يمكنك أن تقول لي يا أخوة أنا أريد الحديث في عنقي وكي نقدر نرتاح يعني أنت قدريت الظرف ديالي أريد ذلك لكي نترزق بها الله لكي نعيش العيش الكريم حيث لا يمكنك أن أراك عارفة مورد نحن في المغرب يعني ما الذي لا تلقى بنت لكي نجعل طرق التي سهلة وأنا لا أريد هذه الطريقة التي سهلة أنت من الذي حاربتني وأنا أقول لك في دراقناتي هي المدخول الوحيد وهو الأمل الوحيد الذي يمكن أن نقذب غير ذلك الضروريات الحياة أنت تضرب لي القناة وعطي لي في تليفون وقال لي أنت درتي ودرتي ودرتي ولكن تم هذه السياسة لليوتيوب يضربونك غير من التحت بلا ما تشعر وكذلك أنهم مع احترامي للناس ليس كل شيء لا نعمم بأن هي خاصة هي مظلمة وأنا فعلا مظلمتها وأنا غير نساحبت المحور الثاني للقاء هذا رأينا الفيديو كتبك وكتبك تبارك الله سوف ترى في القناة وكتبك 300 ألف مشاهدة رأينا كتبك وكتبك وكتبك مشاهدين الكرام صراحة نريد أن ندوز هذا الفيديو لكن يوجد لا ندوز ولكن نجعل السومة وصفه والأسباب التي جعلتها صورات ذاك ماذا كان وقع؟ هذه المدة كانت لدي الجدة في العربية بحكم لدي علاقة كبيرة بالعربية حيث في واحد الفترة والجدة كانت تقريبا لما ربياني وتعجبني هذه البلازة وتعجبني كثيرا لكن كانت تحليا الفرصة أنني كنت كانت تحليا وقع كانت تحليا وقع كانت تحليا كثيرا وقع 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 حتى نزيل الدوار عارفين هذه المسائل وقع كانت تحليا وقع لم أعرف ما يقع المهم لأنني لمح تلمح المحات المشيهية كنقول ربما أجاب لي في الوقت التي كنت 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 نصور بحلقة في العربية وعلى الرغم أن تمسح شيئا من هذه الفيديو حتى قام شخص في هذه وقع السيد حسيت بمحدي أنا المرة الأولى كنا جديدة مع جدا وهو يصر أنني نبقى حيث بحكم الزوجة كانت مريضة أنا استغربت على إصرار لأنه لا تبقى لأنه إصرار والإلحاح جدا أنا والزوجة و طريحة الفراج قلت يمكن شيئا في ذلك الوقت قلت 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 مريضة قلت 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 تقت نم Sana زوجة حسنا كذلك القلت مريضة أنني أخبر من ما أخبر لقد قلت بحلها جاءت لي الله راودنيها على رغم انني شفت شي تلميحات وتفاجأت كيف سيد موصر انني بقامة اللي مشيت عايات له نقول لك شنو كين ما كدرش فيها الدور الشيطاني صافي ميك شدرت بحلها ما كينوالو مشيت عند الخالة ديالي اللي هي ساكنة بجديدة قلت لها شوفي انا ما بغيت شمي تستاكن الخبار لهذه الهضرة شوفي ارا اخونا راه اهضرت معها كيفش هضرة معه وكيفش هضرة معها صافي قلت لي اعافك امي ما تسمع تشي حاجة بحكمة امي مريضة غديت مشيت بقات عصب مشينا في حالتنا رجعنا العودة للعربية قديت مع امي وريقات ديالا كارت ناسيونال كانت بغت مشي للعامرة رجعنا الوقيت اللي رجعت العربية صافي بقاتلت الامور غدا هكاك واحد الوقيته ويجي عندي ويقول يا شوفي محدك انتي بقى هنا انا غتبقى زيدة في المشاكين مما استغربت انا دي رجعت المشاكين ما نعرف هذا نهر تسيب بواحد طور كان عندهم في كرة في العربية تسيب قال لي رأى بنت يا ابنت طيبة يسمع فيها انا بشي بخلق موضوع بشي يدير معي المشكل قلت لي انا رأى ما سيبت لعجن سعود عوتاني المرة الثانية منشى عند امي قاله يمي رأى بنت يا ابنت قرأ سيبت لعجن كيرمو لأمي ويصيبت وقلت ليه شوفره لعجن يقول لي لها قل لي المرة الأولى عيرني بشي كلام خيب وانا اقول لها انا انت مراشو قلت لها امي اعرفت عاليش هذا شي كله اقول لها حينت ما عرفت عاليش دارة في خاطره نهار الأول سيعطي نفس الشيء من الذي يطرى بحلكه قلت لها امي عارفت عاليش بالليل جاء عندي فهذه كل الليلة التي يوقع فيها المشكلة جاء عندي بالليل كنت أقول لها نوت يحدث لتنعس بحكم ممي مرة كبيرة كنت تنعس في البيت الاخر و مرة كنت نعس في البيت و احد البيت كبير انا بحكم فيها الرزو و كان بخقال سافي لا أريد أن ينوت رغم ان يرى ما قدامي حركات المشي هي هذه كذبت نفسي كذبت نفسي بقى كذبت نفسي كذبت نفسي بقى كذبت نفسي بأنه لا يمكن أن يكون هذا الغد لي سيد صباح هذا كانت خارج الخيمة كما نقول واحد اللي بيت على بره نهار اللي جيت انا حول هو الفرش دياله ودخل الوسط الخيمة حيث من اللي سيبدأ داخل مع الباب بالليل ستسمع يعني هو حول الفرش دياله ولكن عز داخل الخيمة وحنا ها بيت ها بيت ها بيت انا نعسف ذاك البيت الوسطاني ها ذاك اللي بقيته جاب الليل الوقيت اللي غادي نتحرك بحالك كاللقاك يحيد علي المانطا وفي احد الوضع اللي ما ما عرفت كيف شديره يقول لي ما تخافيش ها ذاك اللي لا انا ما نعزر قيت لي غادي تخرج ما غا تخرج غان عايات لامي دابا خرج من عندي بقى كيصورني لي بريفي في تليفون خرج من عندي وبدأ كيصورني في تليفون من اللي كيصورني في تليفون قنسمع شيحويج لي ما يشيهو مع ذوك الصباح ما قدرت نقول لامي والو حيث امي غا تشد معه وبحكم امرأة شو مريضة صافينات في الصباح امي قالت لي انت اللي حليتي الباب البارح قلت لي اش من باب ويقول يا الكلب الخانز بحال هكا ومعا احترامي للناس بقى الناره هي عرفات اش نوقع سكت انا يا من اللي يجا هو في الصباح ما لقيناش من اللي يجا هو من الخدمة لقينا بقى ان السيد اه دخل دخل دياريك شمشة كيصلي كيصلي جات مو يبقات كتعير على ذاك الشي انت يتوحدة ما بقيت يبغي هاجي الخيمة انت التوحدة كل شي بغيت يتجري عليهم انت مش فرق ما بين خطيك وما بين بنت خطيك انت هادي انت هادي حيث احنا واخدينو في متابة خالي يعني ما ربي ما عندهم لبناء الولاد ما ربي بحاله هو خوالي عشي يعني كتقول لي ماما كتقول لي خالي لكن ممكن باش من دخلنا التفاصيل احنا ما كتهمناش كيف احترامي الغتي صار صافي جا هدك هدك النهار هي بالليل بالنهار بالليل هدك النهار اللي هدرنا فيه احنا بالنهار بالليل ديالها فشت ناقش اناوية نقاش خفيفة قلت لي حيث انت قال لك ربطتي ما ربطتي ما ربطتي ما ربطتي بالليل هو جاء عندي صار في كل شي نعز جاء حل علي الباب الوقت اللي حل علي الباب يقول لي ما تخافيش فهذاك ما تخافيش جاء ناوي باش يدير معي شي حاجة قلت لي ما تخافيش سوف نعيط لك الجدة هذا سوف نعيط لك المون هو نساحب ونخرج في هذه اللحظة في الصباح دار معي المشكلة على أساس لماذا لا نلبية لها الرغبة هو المشكلة لك هو الذي سوف نعود لك شدني وضربني من هنا من هنا وبدأ يعطيني في حيث انا قلت لي هذا كل ما يدار معي على قبل انني لم يلبيت لك شي ما يريد فهذه اللحظة دفع أمي ضربها العينها شدني انا بقى يعطيني كي ضربني هنا النيفي ضربني بالعصة هنا خرج على برج بتي عصة كبيرة ضربني هنا حيث بقى عندي تصاور كل شيء يبقى عندي ضربني بالعصة هنا وضربني عاود هنا ثم لا نظر لك شي شيء يعطيني هذا ليس شيء حق ولا تصرفي قرارة ولكن سيد مغلغة من جيتي حيث انا لم يلبيت لي حيث سيضروا في نفس الموضوع سيقولهم سيقولهم انا كتبالي في البرد وفي الكيسان انا كتبالي في البرد كيسان وماذا كنت تبقى في العربية كنت تبقى لكيسان بسانت عادي 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 موتير ليس موتير انا بالنسبة لي عادي هو يبدأ ماهر عارش درجة بعد المرات والنهار أنا الناس سيأتي في لدي يجبوني لابسة صعية فوق من السانت السرواة الاخو وإذا تجريت المفتنة سيتأكد السرواة الفوقاني ولابسة صعية لكي لا نكون لدينا شيئا لا أعرف كيف يبالك لدينا شيئا لقد قمت لدينا المقدمة في هذه اللحظة لقد قمت لدينا لأن هذه الساعة مرأة ومسكينة سوف يتموت في نفس الأسبوع لقد قمت لها ثلاثة ثلاثة وثلاثة 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 وكانت عارفة وكانت عارفة وكانت عارفة وكانت عارفة من هذه المنبرة تحيي الحكومة لا ينصر صيدنا ولكن هناك شيئا أشعر بأن أخذتها لا أخذتها حيث أنا دفعت شهادة طبية فيها 25 يوم ويوجدها وكانت عارفة وكانت عاودة ونخذتها وكانت عاودة نائبة الواكيل وعلى الرغم ذلك لا يتخطع ونحن نعوده ونحن نعوده ونحن نعوده ونحن نهار يتدفن الزوجة انا فعلا طلبت منهم باش ما يمشوش عنده في هذا النهار حيث هذه كموت شراء الله يحصل العوان ولكن لقيت بان الامور صافي بحلة تنساسة بحلة ما كنت اشي عاجة هادي انا اللي ما بغيتش نفهم وكن وجه انا رسالة للحقوقيين والناس اللي يجي ويديروا فمشي يخدوا بهذا الموضوع يخدوا بعين الاعتبار حيث انا ما هادي منسبة لي انا في حقي ويوجدوا في بلادي ويقضر اليه ومعين الاوضاع عن حقي ولادي الي انا تعرف لهذا الشيء لا يعقل صراح انا منطقاتي وقاعدة مدينة اااااااااااااا انا دكالة واحد ام لاد فرج لا حوالة ولا قوته الا بالله المهم تعرفتي الاعتداء الضرب والجرح والمحاولات الاغتصاب الناس يقولون لي أن أعليك تدري بحل مكينواله ودوزها بشربة الماء ولكن لم أقدر أريد أن تدافع لحق من طبيعة الحال وقع، دوز المحور الثالث لأن للأسف الوقت لا يبقى رأيناك أنت تخطبت أكشوان أكشوان هذا موضوع آخر قلت نخطب أكشوان معروف كيوتيوب بورس كيف ما نقوله الوقت اللي تلقيت معه أنا هي على الأساس أن ندروه شي خدمة مشاركة جاء عندي السيد من طبيعة الحال اللي رحبت بي جاء عندي لداري في هذا الوقت كنت فاجأة أننا كنا ندرنا وحد الفيديو في تيك توك اللي دار وحد الضجة قالوا هذه الزوجة الثانية هذه الأكشوان هذه المهم، الأن هذا الناد هو اصرح ويقول لهم باللئس والما تزوج بيها كذبتو الكذبات هيغتوها؟ لا ندرك الكذبات هيغتوها كلمان قلت بيها قالوا بيها تزوج بيها يعني من الذي يريد أن تزوج به نعرفه أنه الرجل الذي يريد أن تزوج بالمرة ليس المركز يريد أن تزوج بالراجل هذا الذي يريد أن يبينه تحياتي الخسئة من هذا المنبر والذي يريد أن يبينه الناس أن يقوم عليه الطالب سوفيتي أنا أريد أن أحقق له الأمنية ونخطب فيها هذا هو ليك ونحن أخطب فيها كيف تجد الفكرة هذه وماذا تقصده منه؟ المقصد منه أن الزيت غالد ونحن أتجد أسعار ونحن أتجد أسعار وبحكم السكرة أعرف كذلك في الخطبة أنا لم أعرف أي خنشة لم أعرف أي علاقة الجهدي وماذا تقصد في المنابرا إعلامية وكتصرحي بهذا؟ هل انتاقدونك الناس؟ أو هل عجبونه الحياة؟ وقالوا لك أرى الله يكمل بخير لا ينتاقدوني هذا الناس وكان غير ميصاج بأن أول شيء مسؤول لأن هذه البنت كانت ضحية وليس هو الضحية لأن الحساب معاود لي ودافع لي خلاني أني نرد على هذه الطريقة أنك أنت هذه الخطبة ستكون راجل لأنه يختب المرأة لأنه يخطب المرأة ومن المرأة التي تختب المرأة وهذه الميصاج ورسالة يعني أنت أعرف كيف سأتي المرأة تخطبك إذا أنت لم يكن لديك أي شيء وكيف يقولون وكيف نحن تقيقنا الخلام وكيف تقول المرة الأولى فالتالي كنت تفاجئوا أنك تدخل و تخرج في الحضرة لذلك تعتمد على رأسك وكونوا مراجلوا وكونوا في الشكل لكي تراجعوا مع بعض يجبكم ترجعوا بصورة لا تعتمد على رأسك وحبت في الكثير من الأسان وكيف تقدمت أنت تقبلني في دارك في رمضان جفطر عندك كيوتوبورز محروفة لأنه لم نكن لدينا استوديو لم نكن لديه الاستوديو لذلك أتلقى أنا مع شخص سوف يعملون أنا سننشع ويجب أن يكون والدي ويجب أن أكون أنا بحدي المهم أنه أعرف الحدود لذلك إنسان سيقول سوف نستقبله. أنا استقبلته كأخي. ليس لدي مئة أخرى أنا. ليس لدي تشينيات شجار. ربما أريد أن يبدأ من عنده للناس. سوف يشاهدون ما يشاهدون يديك. سوف نستطيع أن أجلبه أنا للدار. سوف نستطيع أن أجلبه معه الإعجاب. ليس بمعنى أي شخص سوف يأتي إلى الدار. لا أعرف كيف سوف يكون بينه وبينه. لدي حرمة داري. لا يمكنني أن أجلبه أي شخص. سوف نستقبله. إذن سوف نستقبله. إذن سوف نستقبله. أنا رأيت فيك أخي. وفي الوقت الذي يدار معي الفلوغ الذي يضعني في القناة. يقول لهم أختي سومة. يعني يكفي أن الإنسان لا يقول لك أخي أو أختي. هذا بحل لك أن نضع لك شخص بيني وبينك. لك لا تفكر في شيء آخر. هذا هو اليكين. يقول لك أختي أو أريد أن يقول لهم أختي سومة تجوش بي أو تخطبني. هذا هو يقول لك أنه غير لك أختي أو أختي أو أختي. وفي أحد يسمح له أن يقول لك في السابق أختي اللي يتقربون منه. و هو ماذا أصدقائي ، فقط أن تكون مع الناس ، و يتم بغير طعام و يجب نتعرف بها و لم يكن أدري أن شكرنا في غيبنا و في خم العظمنا و لم يكن أدري أن نتعرف بي هذه الأخرى فعل الناس أريد أن تكون مجالاً في قسائة و أحد من الأشخاص الذين أعرفون هذا الأمر يقول لهم يدرسوا أن يبعوا يدريه الهواء ويقوموا بالغاية ويقوموا بالتعليم ويقوموا بالغاية مثلا؟ هذا فشيف هناك اتنظر لذلك نخيفه في مقدمة ويقوموا بإيقافة لا بنا لم يقابل مازال ، هذا كم تترى الهواء هذا قتلة الهواء والشخص يقوموا بأسفل ويقوموا بالغاية انا قليلا على طالب كيف مالذي قال انا متلوبة في السوق الرجلة را ماشية انا و انا و انا الرجلة هي نعري عليك راه مشي انا را مرون و قمت بتعطيها برسي بممية راجل اللوم انا الصحة ما غلبتش عليها والحمد لله كله الظروف ديالي انا عطيتي باش صور معك الفيديو انا جت سيدة اللي درلي ها الدعم اعطيته مئتين درهم وأنا قلت لها أنها ليست مشكلة بحكم أنها وزعمة يمكن أن نحسب الفطار كيف مقال الصحافي جاء يمكن أن نحسب فيها الفطار وحسب فيها هذه أعطيتها 50 درم لكي يركب أعطيتها 50 درم؟ أعطيتها شكرا على الصراحة لك نحبتك يا مورج شكرا لك كل مغاربة نريد أن نختمه لقاء بأحد كلمة أخيرة كاميرا كلمة أخيرة لجمهورك الذي يتبعك ويشجعك داخل وخارج أرض الوطن والرسالة لك الأخيرة تفضلي شكرا لكل مغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن وقد قلت لكم معكم سوما نياد تافي والذي قلت لكم كل واحد ودوره فيها ولماذا شجعتكم؟ لدينا محتويات زوينة التي ستجعلنا نزيد القدام وشكرا لأخ موراده وتبارك الله عليكم شكرا سوما شكرا للصراحة لك شكرا مشاهدينا الكرام حيث تبقيتوا معنا حتى الآخر حلقة أو لا حتى آخر لحظات هذه الحلقة من برنامجكم الصراحة لا نلقى قريبا إن شاء الله إلى ذاك الحين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة